السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامنا نهاردة عن الباتشينو ممثل ومخرج ومنطج ومؤلف أمريكي مشهور نأخذ فكرة عنه كده الباتشينو الباتشينو يصبح أباً بعمر 83 عاماً حيث وضعت صديقته مولودها في عمر 83 سنة واسمه رومان باتشينو وهو طفله الرابع من صديقته العربية نول الفلاح وعندها 29 سنة ورحب الأب بابنهما ورحب الأبر الأم باسم رومان باتشينو وساعد بهم وظهر الصديقين الباتشينو وصديقته العربية أم رومان أم المولود الرابع وهي تتولى كياد السيارة لفيها زهر كرسي بتاع تفل بتاع تفل في الجزء الخلف وهما في نسهة الوالدان الأب والأم من بعد ما أعلنوا عن مولودهم الرابع وهو بالنسبة لصديقته العربية التفلها الأول والطفل الرابع لقلبة شينو حيث تجمع بينه وبين صديقته قصة حب حيث لذوقها الممثل الكبير الذي حصل على الأسقر منتشر اسم نور الفلاح وزائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم لما أعلنت أكبر إعلان الباتشينو انتظار مولوده الرابع انتظار مولوده الرابع منها وهي تصغر الباتشينو بداية بخمسين سنة وهو الباتشينو عنده ثلاثة أطفال من علاقات سابقة وكان الباتشينو متأكد أنه لن يتمكن من إنجاب من صديقته أو أي أمراء أخرى لبلغه السن الكبير وكأولم يعتقد أن الطفل ده ابنه وعشان كده عمل التحاليل واختبارات الحمض النووي للإثبات وقلبت شينو شكك في البداية من إن الطفل هو طفل وعشان كده عمل الاختبارات دي وازهرت الاختبارات أنه بالفعل بأنه هو القبل وقلبت شكك في البداية اشتركوا في القناة وهو ممثل ومنتج ومخرج ومؤلف أمريكي وهو من مواليد 1947 يعني عنده 83 سنة وحصل على جائز الأسقل لأفضل ممثل ولأفضل ممثل مساعد وحصل على العديد من الجوائز التقديرية لأداءه المتميز في التمثيل في السينما وتركوا أصوله إلى جزيرة السقلية الإيطالية وأصبح أباً للمرة الرابعة من زوجته لعندها 29 عام وكانت من يجعب عن رأيه وكانت من يجعب عن رأيه بأنه لم يكن يرغب أن يكونوا ممثلاً ولكنه كان تملي يحب دائماً قريباً من أطفاله لأنه مسؤول عنهم هو مجزء من حياتي وهو من أبرز نجوم السينما على مدار تاريخها وهو أسطورة من أساطير الليود السينماية ولد في نيويورك لعائلة إيطالية وهو أصولها لجزيرة السقلية لجزيرة السقلية ويحب الأطفال ويحب أن يرافق الأطفال في جميع أوقاتهم شكراً لكم وأكد الممثل قال بلتشينو البرغ من العمر 83 سنة بأن صديقته نور الفلاح حامل منه وسينضم إلى النجم روبرت ديبنيرو في نادي الأبوة الذي أكد الشهر الماضي أنه ينجب طفله السابع في سن 79 سنة في العديد من الممثلين والموسيقيين وحتى رؤساء الولايات المتحدة قد أنجبوا أطفالا في وقت متأخر من حياتهم وكان متوسط عمر الآباء يرتفع على مر السنين موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة